بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العرش العظيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد السيد العربي والعجم أبا القاسم أبا الزهراء وعلى إمامكم وإمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وعلى بضع النبي الأمين سيدتي فاطمة الزهراء البتول أم الحسن والحسين وعلى مسمومة وكريمة أهل البيت سيدي الحسن المجتبى وعلى نحير أرض كرب وبلاء مقطع الأشلاء الحسين بن علي وأخيه قمر بني هاشم والتسعة الباقية من ذرية أمير المؤمنين والخلف الصالح اللهم نسألك وندعوك بهذه الأسماء المباركة اجعل هذا بلد آمن وارزق أهله من الثمرات بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإن إليه راجعون السلام على عيسى بن مريم روح الله والسلام على موسى بن عمران كليم الله والسلام على محمد بن عبد الله حبيب الله وآخر النبيين وسيد المرسلين وسيد العربي والعجم حياك 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 الله يا أستاذ علي المساوي هذه المشاهدين من هذا برنامجنا نحيي ونشد على يد الحكومة العراقية والإجراءات الأخيرة حياهم الله اللي اتخذوها في ملاحقة ومحاسبة أصحاب المحتوى السي هؤلاء اللي موجودين على منصات التواصل الاجتماعي البعض منهم اللي أساءوا لقيمنا ومبادئنا وأخلاقنا سبق وصفتهم في حلقاتنا سابقة بكل قرد اللي تتنطط من هنا وهناك هؤلاء ما يمثلون حضارة بلد العراق بلد عريق ما يمثل شخص يطال على وسائل التواصل بصورة جدا تافئة يعني اثنين يتكلمون بكلام لا يليق لأدب ولا أخلاق ولا مبادئ هؤلاء اللي هم معدون عصاب على اليد اللي مع الأسف في غفلة من غفلات الزمن نجوز احنا نشغلنا بأمور أخرى نشغلنا بأمور سياسية اقتصادية نتيجة هذا الفرق صعدت هؤلاء على وسائل التواصل ونتيجة ظرف معين وصلوا وأصبحوا مثلين تريند الآن الإجراءات الحكومية حياهم الله وإجراءات وزارة الداخلية حياهم الله بملاحقة ومتابعة هؤلاء المسيئين اللي يسيئون إنا وإلى قيمنا وإلى ما بادئنا العراق دولة حضارية يمثلها المثقف المتعلم يمثل الإنسان الواعي ما يمثلوها هؤلاء وشفنا هؤلاء على وسائل التواصل كيف أساء أو إساءات لا يمكن أن تختفر إساءات لا يمكن أن تختفر لهؤلاء البعض منهم اللي حقيقة الوصف وتماني بالكالقردة اللي تتنطط من هنا وهناك نحن أكيد من هذا برنامج أشد على يد الحكومة وعلى وزارتنا ووزارة الداخلية وحياهم الله وباتخاذ إجراءات بعض أكثر وأكثر صرامة بحقها أولاد اللي موجودين على وسائل التواصل والمنصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب والفيس اللي يسيئون إساءات جدا وفاق وبالماسة بمعروفين ومعدودين على أصابع اليد حياهم الله الربط بالموضوع أيضا هناك كملاحظة أيضا هناك بعض البيجات اللي سبق وتكلمنا بيها أنا والأستاذ على المسوي اللي أيضا أنت تلوج لأمور طبية أو لأمور معينة ولكن قد تتكلم بمبالغة أو بكذب أيضا هؤلاء هم لازم نتابعهم يعني بعض البيجات بخاصة الموضوع اللي اللي تتكلم عن الموضوع علاجات الطب العشاب أو الأمور الطبية والتجميلية والدي يطلعني واحد يقل لي والله خلال يومين أو خلال ساعة أو ساعتين فلال الشافة من كذا وكذا أيضا هاي تحتبر نوع من الوعاء كذب والنصب والاحتيال أتمنى أيضا القانون يشملهم في ملاحقة الصحافة هذه البيجات يعني اللي يريد يروج يا أخي خلي روجه لك خلي تكون هناك مصداقية بالترويج الإنسان يكون واضح ويعمل تحت أشياء الشمس في سبيل لا يكون هناك خداع للمواطن والمواطنين نشوف الأستاذ علي المسوي شين رأيه نعم يا أستاذ علي يا أستاذ السامة وفيت وكفيت والنعم منك مثل ما يقول بس احنا شير يريد يا صحيح شايت أستاذ السامة مية بالمية ما شاء الله مضبوطة بس يعني أنا من أطلع بالفيسبوك وأروج عني وعنواني مخفي إذن كذب كذب ما أفتهم يعني أنا مخفي أساساً وين يلقوني ما يقولي ثاني شيء هاي مقادير يا أستاذ السامة هذا علم هذا الطب هذا شهادة ما معقولان يعني اللي عنده بروستات أنطي علاج اللي عنده معد غير تقرأ التقارير غير تعرف السنرات غير أنت طبيب ومرخص يا الله فيا أخوان ما أعرف يعني سبحان الله أعلى حجية أستاذ السامة أنا خلي إيدي بيدي أستاذ السامة إن شاء الله ونعرف هذا كلها رح تصفى بإذن الله